بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ونبوث الرحمة العالمين كيف تبني بيئة قصر في الجنة وفي أقل من ربع ساعة ويكتب لك خيامه ليلة كاملة وتكتب عند الله سبحانه وتعالى من القانتين وتأخذ براءة من الشرك وتحارم على النار وتختم القرآن أكثر من تلاتة وتلاتين مرة كل هذا في أقل من ربع ساعة كل ذلك في أقل من ربع ساعة نظر لهذا الحديث الحديث قاله لم نقف على السند على سند هذا الحديث لكن حاول حضركم شواهة كثيرة جدا من السنة تقوي هذا الحديث وطبعا أنا قلت قبل ذلك ميرانا وتكرارا أن الأحديث الضعيفة يعمل بها في فضال الأعمال وأيضا يعمل بها في كثير من الأحكام الفقهية كثير جدا من الأحكام الفقهية مبنية على أحاديث ضعيفة يوباما ممكن خمسين في المائة أو أكثر من الأحكام الفقهية مبنية على أحاديث اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء فالحديث أنا أقول حضركم دلوقتي ده له شواهة كثيرة جدا في السنة تقوي فمن أراد أن يعمل به فنعم فنعم فمن أول أن يريد أن يعمل به فهذا شأنه عشان ما حدش يقول لي يعني السند إيه فأنا هحطلكوا السند وحطلكوا كل الكلام ده في الوصف أو في الوصف بتاع الفيديو روى الإمام السيوطي رحمه الله وهو من أعلام الحديث والتفسير في كتابه العظيم الدر المنصور بالتفسير بمقصور في الفضاء العظيمة للإكثار من قراءة صوت الإخلاص أخرج ابن عدي والإمام البيهقي في الشعب الإمام البيهقي له كتاب اسمه شعب الإيمان والبيهقي في شعب أنس بن مالك رضا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قلها الله أحد على طهارة كطهارة الصلاة خلي بالكم على طهارة كطهارة الصلاة يفهم من هذا الكلام أثناء الصلاة يبدأ بفاتحة الكتاب من قرأ قلها الله أحد من قرأ قلها الله أحد من قرأ قلها الله أحد على طهارة بئة مرة على طهارة كطهارة الصلاة يبدأ بفاتحة الكتاب كتب الله له بكل حرف عشر حسنات ومح عنه عشر سيئات ورفع له عشر دلاجات عشان أشوفوا بالمنقب العظيم لهذا الحديث ورفع له عشر دلاجات وبان الله له مائة قصر في الجنة وكان كمان قرأ القرآن 33 مرة وكتبت له براءة من الشرك وكانت ومحضرة وكانت محضرة للملائكة ومنفرة للشياطين ولها دوي حول العرش تذكر بصاحبها حتى ينظر الله إليه حتى ينظر الله إليه وإذا نظر إليه لم يعذبه أبدا تعالوا للحديثة تاني أخرج أخرج إمام السيوتي في كتابه أخرج ابن عادي والبهيقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك من قرأ كل والله أحد مائة مرة على طهارة كطهارة الصلاة يبدأ بفاتحة الكتاب كتب الله له بكل حرف عشر حسنات ومح عنه عشر سيئات ورفع له عشر دلاجات وبنى له مائة قصر في الجنة وكان كمن قرأ القرآن سلاسة وثلاثين مرة وكان له براءة من الشرك وحضرة للملائكة ومنفرة للشياطين ولها دوي ولها يكون لها دوي كدوي حول العرش تذكر بصاحبها حتى ينظر الله إليه فإذا نظر إليه لم يعذبه أبدا تعالوا بقى نشرح نشرح هذا الحديث ونشرح الملاقب العظيم لهذا الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك حولكم الأول شكرا لحي مبسط بل حولكم الأدلة اللي بتقول الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث إن انت لو قريت قل والله أحد على طهارك وطهارة الصلاة وبعدين بعد ما تقرى الفتحة يعني كانك بتصلي الإنسان لما بيتوضى وبيقرى الفتحة بعني بيقرى القرآن بيقول لك والله أحد يعني كانوا بيصلي ربني لك اكتب لك عشر حسنات بكل حرف ويعطي عناك عشرة سيئات بكل حرف وارفع لك بكل حرف عشرة درجات في الجنة خليل بلقكم عشرة درجات في الجنة شووا ولله أحد فيها فيها كم حرف ياضرب في عشرة وعطيها يضرب بقى في كل والله أحد تعرفين درجة في الجنة يعني درجة في الجنة. طبعا انا هشرح لكم الكلام ده بعد ما نقولي الادلة. عشر درجات. وبنى الله اللي هو مئة قصر. وكيده ختم القرآن تلاتة وتلاتين مرة. وياخذ براءة من الشرك. لان اكسورة الاخلاص هي عبارة عن توحيد الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ومحضرة للملائكة. يعني ملائكة تحضرك وان تتصلي. ومنفرة للشياطين. وتصعد هذه الصلاة وهذه القراءة. لتطوف حول العرش. يقول لها دوي كدوي النحل. تذكر بك فينظر الله سبحانه وتعالى اليك. وبالتاني تأخذ ادقو تامل نار لان ما النظرة الله سبحانه وتعالى. اولا مرة واحدة حرامها على النار. ايه بقى الاادلة? اللي بتقوي الحديث ده? تقوي الاادلة كثيرة تقوي هذا الحديث. اولا ذكر كل الامام السيوتي يذكره في كتابه. ده في حد ذاته يطمئننا على هذا الحديث. الامام السيوتي من اعلام الحديث. واللي يمكن يذكر الحديث سواء وشاكك في هو مجذوب ويذكره في كتابه الحاجة التانية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كله الله أحد عشر مرات حتى يختمها بنا الله له القصر في الجنة ومن قرأها عشرين مرات بنا الله له قصرين ومن قرأها سلسين مرات بنا الله له سلسة قصور فقال عمراء بالخطاب إذا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيب هذا الحديث له أكثر من طريق أولا تقبله جمهور العلماء بالقبول هتركوا اللينك تحت لأنه من مرسيل سيدنا سعيد بن مسيب سيدنا سعيد بن مسيب إمام التابعين ومن أولاد الصحابة لذلك العلماء الحديث مرسل بمعنى أنه منتهي عند التابعي يعني الصحابي مش موجود فيه السند كله متصل لكن يقف عند التابعي فلو التابعي ده ثقة وحافظ وعالم بيبقى الحديث يعمل به والإمام مالك حديث مرسلة كثيرة في كتاب الموطأ وعمل بها بعد ذلك العالماء بعد ذلك الإمام الألباني صحح الحديث الأمام الألباني صحح الحديث وأنا قلتلكم شاهد كثيرة bitten بتقوي هذا الحديث فالحديث ده يقولوا لو أنت تقول و الله احد رسول الصلاة في العتيس ده ما قالش على طهارة. والقلب بقى فتحة الكتاب. يعني حتى لو انت مش طاهر. لو انت مش متوضي. بتبني بكل ربنا يبني يبنى لك عشرة اقصور. يبنى لك قصر بكل عشرة مرات. خلي بالكم. طب انت هنا بتقرأ. بتقرأ. قل والله احد مية مرة على القلب. بقى انت على طهارة وبتقرى الفتحة الاول. يعني لازم يتضعف اضعفا كثيرا. طب السواب هنا تضعف عشرة مرات. يعني تضعف عشرة مرات. يعني بكل عشرة مرات بصورة اللي خلاص بتاخد قصر. بيبنى لك قصر. هنا بكل واحدة بس بيبنى لك قصر. ليه? طب ايه الدليل على كده? ايه الدليل على كده? حديث زكره اه الامام في ما كان في واحد امام محدث اسمه اه المرتضى الزبيدي. مات سنة الف سبعمائة وتسعين في مصر. اه العلماء صنفوه من كبار العلماء. قلوه كتاب مو في اه في اه ده له كتاب اسمه اه اه اتحاف اتحاف السادة المتقين. الكتاب ده عبارة عن تلتاشة وابعتاشة مجلد. حتى العلماء اسنوا على هذا العالم. وقالوا ان هو يعني ربما بالغه في السنة عليه. وقالوا ان هو ما يقلش عن الامام السيوت وما يقلش عن امام الحافظ الحافظ ابن حجر عسقلاني. ذكر هذا الحديث في كتابة. والحديث بيقول سيدنا علي ابن ابي طالب يقول اني احتسبه على الله. او الحسنة في الصلاة ازا قام رجل يصلي الحرف بمائة حسنة. واذا صلى هو قاعد فله خمسون حسنة. واذا صلى هو على طهارة خارج الصلاة له خمسة عشرين حسنة. الكلام سيدنا علي ابن ابي طالب. يعني معنى كده ان انت لو قرأت القرآن وانت بتصلي الحسنة بتبقاش بعشرة حسنات. الحسنة بتبقى مميت حسنة. يعني يبا يزا صاب بيضرف ديه بيضرف عشرة. الكلام سيدنا علي ابن ابي طالب. ويبا يزا يبقى لو صوت الاخلاص بتقرأها عشرة مرات. خارج الصلاة. والحديث اللي احنا صحقه الامام الالباني وتقابله جمهور العلماء. يبقى لك بيقصر. يبقى لانت انا ما حتقرأ كله الله احد وانت على طهارة وبعد 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 بتقرأ الفاتح يعني وانت بتصلي يلازم الصاب بيضرف عشرة. وفعلا الصاب بيضرف عشرة في الحديث ديه. ربنا بيقول لك او رسول الحسن بيقول لك ان انت بتبني بترى كله الله احد مئة مرة بيبنالك مئة قصر. ليه? لان انت على وضوء وعلى طهارة وبتصلي. طيب. الدليل بعد كده. حديث صحيح بخاري انه كان على زم النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل يصلي طوال الليل فقرأ كله الله احد لم يزد عليها. يعني قعد يقرأ كله الله احد ويكررها ويكررها طول اللي في الصلاة. فسامعه صحابي فذهب الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال يعني كان هو بيستقل لها. يعني 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 ببناشل كله الله بس فرح الرسول الصلاة قال له يا صلى الله اسمعت الرجل يقول كذا كذا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بياده انها لا تعدل لتعدل سلثة القرآن. يبقى ازا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرر فعل هذا الصحابي. يعني طول الليل يقرأ يقرأ بيها. ما يقرأش غيرها. يبقى ازا يجوز تكرار الصورة اكثر من مرة. خاصة ما يكون زي صورة الاخلاص. كاللي باكوا الصحابي عمل كده. ده اكيد مكادش اول مرة يعملها. لان الصحابي صمع الصمح. الصحابي لما عد على بيته صمعه وصمعه بصدفة. فدي اكيد مكادش اول مرة. ومكادش اخر مرة كمان. لان لو مرحل الرسول صمعه وقال له كده. الرسول صلى الله عليه وسلم اجازة ذلك واقرر ذلك. وقاله ده بتاعدل طوله صورة القرآن. يبقى معنا كده. اه انه اقرر على كده. معنا كده ان صحابي كرر هزا الفعل مرة بعد. يبقى ازا يجوز. ويستحب للاقصال صورة الاخلاص. في الصلاة. وخارج الصلاة. طب في دليل تاني. اه في دليل تاني. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي احنا قلنا ان الولماء حسنوه والامام الامام هصحاعه ان ملقار اقول له علي الله حدعش ره مرة حتى يختمها. يبقى الله له قصرا في الجنة ده يحتمل في داخل الصلاة ويحتمل في خارج الصلاة. الحديث عام الملقارいたقوله يعني الله حزاشرة مرة حتى يختمها. لا ي choose to follow through love فما بدعش ان احنا نخصص الحديث فما الا بدليل. فما تضغرج ان اظهار وفي خارج الصلاة ان يقرأ كل واحد عشر مرات لكن الحديث الى احنا نقوله دلوقتي مخصص الحديث ده يقولك ان السواب يتضاعف عشر اضعاف سواء كان في قراءة القرآن ان الحرف بميت حسنة وان بدلا ما يتبنى لك بكل عشر مرات اصر لا ده ببنى لك كل واحدة منها اصر الادلة الدليل بعد كده ان رسول صلى الله عليه وسلم نفسه قام يقرأ طوال الليل بآية يكررها طوال الليل ما يعرش غيرها اذا كان يجوز قراءة الاية معينة وتكررها طوال الليل مش يجوز قراءة صورة وهنا عندنا اكثر من دليل الدليل بعد كده ان رأي صلى الله عليه وسلم يقولك كانتك ختمت القرآن تلاتة وتلاتين مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة الحديث صحيح قال الصحابة من منكم يستطيع ان يخدم القرآن او ان يقرأ صلص القرآن في ليلة قالوا رسول الله من يتيقوا ذلك قال من قرأ قل الله احد من قرأ قل الله احد فقرأ صلص القرآن حديث صحيح يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك يقرأها ثلاث مرات عشان تبقى كانت قرأت القرآن كله طب لما تقرأها مئة مرة على ثلاثة يبقى انت فعلا ختمت القرآن ثلاثة وتلاتين مرة وتلت زي ما جاء في الحديث زي ما جاء في الحديث دليل تاني دليل تاني ان زكر ابن كثير نقل عن العلماء ان اللي بيقرأ قوله الله احد ان اللي بيقرأ قوله الله احد مرة واحدة بس ربنا بيبنله في الجنة عشر تلاف غرفة عشر تلاف غرفة طب في حاجة بتقوي الكلام ده نروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال عليه الصلاة والسلام قصر النبي والشهيد في الجنة به خمسة الاف غرفة يعني كاين ربنا بيقول لك وربما يكون يتقصر في عشر تلاف غرفة لان القصور في التساحة تختلف من واحد لواحد يبقى كلام الرسول الصلاة والسلام في الحديث ده يوافق كلام العلماء اللي بيقرأ صورة الاخلاص يبقى وهذا كلام يشهد الله علي ان قرأته بنفسي ان انا قرأت تفسير ابن كثير كله من اوله الى اخير والحمد لله فذكر عبدو كثير نقل على علماء اللي بيقرأ صورة الاخلاص ولو مر واحدة وربنا بيبن له عشر تلاف غرفة يبقى ايزا طب ده حديث تاني اه في حديث تاني كمان يقاو الكلام ده الحديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قام في ليلة بعشر ايات لم يقتم عند الله من الغافلين ومن قام بمئة اية كتبة من القانتين ومن قام بألف اية كتبة من المقنطرين وده حديث صحيح في حديث تاني من قام بألف اية الى خمسمائة اية والحديث ده له رواية كثيرة جدا بس اصحها اللي هو اللي لو انت ما بتقوم بألف اية بكتب لك بتكتب عند الله من المقنطرين من قام بألف اية الى خمسمائة اية كنتب له قنطار من الاجر يعني اللي بيقوم بعشر ايات بيصلي بيقرأ الفاتحة وصورة الكوسر تلت ايات معنى انive personas بتكتب من الغفلين مين بيمكنك ان TL المصلي بيقرأية قيام الي له خالص يكتب من الغفلين ومن قام بمئة ايات كتبة من القانتين لايبا لكم مينة اية بس وفي رواية صحعة و الإحمال الأباني من قام بمئة اية بمئة اية كتبت له بها قنوط ليلة يعني قنوط ليلة وكلمة قنوط معناها في اللغة الوقوف الطويل لله سبحانه وتعالى يبقى أنت لما حتصالي الصلاة دي ومشي تاخد منك حواليه بعي ساعة هتكتب عند الله من القانتين وهيكتب لك قيام ليلة بحالها وهتبني مئة قصر في الجنة هل بلكم طب اللي أنا أقول لكم الحديث ده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قام بألف آية إلى خمسمائة آية قتب له القنتار من الأجر وفي الحديث تاني اللي هو الأصح من قام بألف آية قتب المقنطرين من هم المقنطرون؟ سأل سيدنا معاذ بن جبل والحديث صحيح يا رسول الله وما القنتار قال له القنتار ألف ومئتان أقية والأقية خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض الأقية الواحدة خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض يعني الأقية الواحدة أحسن من الكرة الأرضية كلها مساحة يعني أنت لما بتكتب لك كنتار من الأجر بتكتب لك بتكتب لك بتكتب ألف ومتن أقية الواحدة منهم بس قد مساحة الارض كلها او معنى صح كما قال العلماء كانك تصدقت بمساحة الكرة الارضية كلها لله كان واحد عنده ارض ارض زراعية مساحية تقدي كرة الارضية كلها جعلها وقف لله طيب مساحة الكرة الارضية كلها دي نصف مليار وستة وستين مليون كيلومتر مربع اضرب المساحة دي في الف ومتين يعني اكتر من خمسمائة مليار كيلومتر مربع اللي بيقوم بألف آية ونرجو ان اللي يقوم بخمسمائة آية برضو يكون له هزا السواب او قريبا من هزا السواب لان في حديث سيحنا نادر وقت اللي بيقوم بخمسمائة آية بالألف آية لخمسمائة آية يكتب له قنتر يبقى كل واحد من الملكي بتاعه في الجنة هيبقى عبارة عن اصور وشجر وانهار ومالا يعلمه الله سبحانه وتعالى يبقى ايزا الاكسال من قراءة صورة الاخلاص جزء من موضوع القنتر دي يبقى معنى كده ان انت لما بتقسر من قراءة القرآن وخاصة عن تصورة الاخلاص بتزود ملكي في الجنة مساحات كبيرة جدا 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 ف يبقى ايزا الحديث ده له شوائط كثيرة جدا تخوه في السنة يبقى يبقى تعالوا بقى نشوف المناقب العظيمة اللي انت هتاخذها ده هتاخذ ده هتاخذ ده هتقرأت لو انت عملت اللي صليت هذه الصلاة فحاول ما تقراش بقى كسكوط الاخلاص مئة مرة بس حاول تزود يعني مسلا تقرأها الاقل مئة وعشرين مرة بقى خمسين مرة لو ده تقرأها مئةين مرة اراها ليه؟ عشان تنسى 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 القنطار لو مش قادر يبقى اقرأها مئة وعشرين مرة عشان على الاقل تقرأ خمسين اية عشان تقرأ القنطار اللي احنا قلنا عليه هتاخذ القنطار اللي ايه يبقى انت شوف بقى شوف بقى السواب العظيم انت هتاخذه اول شيء هتخطب عند الله من القانتين في هذه الليلة هكتب لك قيام ليلة بحالها ثالثا هتبني مئة قصر في الجنة هتزيد من مراسك من الحر العين الالاف ليه؟ الالاف ليه؟ لان هنسألين ان القصر النبي والشهيد فيه خمسة الاف غرفة اي قصر بيبنى بيكون فيه في كل غرفة واحدة من الحر العين او اكتر لان مش ممكن لو بنسى سبحانه تعالى يبني قصرا في الجنة هتركه فارغا لازم يكون فيه نساء في كل غرفة ربما على كل فراش فيه واحدة من الحر العين طبعا فيه دليل على كلام ده فيه دليل انا لا اقوله كلاما الا بدليل حديث برضو لو قال امام السيوطي في دون مسؤول ان سيدنا عمرو الخطاب كان يخطب على المنبر وقال يا ايها الناس او تدرون ما جنات عدن قصر به عشرة الاف باب خلي بالكم على كل باب خمس وعشرون الف امرأة وفي رواية اخرى قصر به خمسمائة باب على كل باب خمسة الاف امرأة وفي رواية خمسة الاف حبرة يبقى يبقى جنات عدن دي عبارة عن قصر تبقى سيدنا عمر يبقى فيه فيه عشرة الاف غرفة او خمسة الاف كل غرفة على كل باب طب يضرب بقى يبقى عشرة الالوف او مئات الالوف من الحر العين يبقى تعديل بنراسخ في الجنة من الحر العين الالاف او عشرة الالوف او ربما مئات الالوف او ما لا اعلم وهنا الله سبحانه وتعالى يعني كل ما بتبدي قصر لازم يكون كل قصر فيه نساء مش ممكن القصر يكون فارغ كل قصر وكل غرفة يكون فيها واحدة او اثنين يبقى اذا انت عندك حر العين بعدد الغرف وعدد الفرش كمان طيب ده فيه حديث ثاني من قبل بعد كده الولدان المخلدون قال عليه الصلاة والسلام القصر في الجنة فيه من عشرة الاف الى سبعين الف من ولدان المخلدين مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها سنف من طعام ليس عمل اخر يتسابقون على خدمتك في الجنة ده اضرب بقى اضرب بقى مئة اصر في سبعين الف سبع مليون خدم في ايه في قلم ربع ساعة طيب من قبل يبقى انت تكتب من خلالتين يكتب لك قيونة ليلة قالت مئة قصر طيب انت لو زودت عن مئة مرة يعني قريت قول الله مئة وعشرين مرة او مئة وخمسين مرة يبقى انت قريت اكتب من خمسمائة اية يكتب لك قنطار من الاجر وتزود من رصح في الجنة عشرات مئات المليارات مش هتبقى قصور بس بقى ده هيبقى قصور وشجر وانهار ومالعلم والله سبحانه وتزود ويكتب لك قنطار يكتب لك قنطار ليلة تكتب من القانطين تكتب لك قيام ليلة تكتب من القانطين هتبني على عقل مئة قصر تختم القرآن تلاتة وتلاتين مرة صعبة عظيم جدا في الميزان تاخد عشر حسنات بكل حرف او تاخد عشر سياد دي اتزال تاخد يرفع لك عشرة درجات يرفع عليك عشرة درجات صعبة عظيم جدا تب قلو كل واحد منا له درجة على قد عمله كل واحد منا الدرجة في الجنة هي مملكة بتاعتك الرسول صلى الله عليه وسلم له اعلق في قمة الفرداوس الاعلق أو أعلى درجات الجنة على الإطلاق والدرجة بتاعته اسمها الوسيلة دي قمية الفردوس الأعلى ودي أقرب مكان للعرش بعد ما تنتهي الدرجة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم هتأتي درجة سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام الدرجة بتاعته بعد درجة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده موسى بعد كده سيدنا عيسى بعد كده سيدنا نوح وبإذن كل واحد من له درجة لما يترفع لك درجات في الجنة معناها إيه؟ معناها التخطي ترتفع عن اخر درجة انت وصلت لها دلوقتي بعملك بعدد الدرجات ده طب دلها عليك ده صباب عظيم جدا جدا مشكلة و بس هتاخد برقة من الشرك يعني ينقى قلبك تماما من الشرك ومحضرة لملائكة انت تحضرك لملائكة وانت تصلي ومنفرع للشياطين يعني الشياطين ترفهم منك وعندين الصلاة دي تصعد الى العرش تطوف حول العرش يكون لها دوي تذكروا بصاحبها ينظر اليك واللو بنا ينظر اليه مرة كما جاء في الحديث يحرمه على النار يعني تضمن حصر خاتمة طب يلاقي عليكو فيه ملاقب اعظم من كده ملاقب احسن من كده يحبس واستحسن انت مع قراءة صوت والاخلاص تقرأ اي صور اخرى تكون انت حفظها او لو انت لك ورد يعني مثلا عشان الصلاة متمشيش على وطيرة واحدة عشان الصلاة متمشيش على وطيرة واحدة انا بقول الاقرب للسنة لانك انت لو قررت صوت الاخلاص بس صلاتك صحيحة وصاب عظيم لكن انا بقول هم دور على الاقرب والافضل مرة مسلا تقرأ اه صورة العاديات وصورة الزلزلة ده جاء فيها ان كل واحدة منها تعدل نصف القرآن في السواب صورة الكافرون بتعدل ربع القرآن صورة اذا جاء نص الله من الفتح اللي هي نعي الرسول صلى الله عليه وسلم بتعدل ربع القرآن لو انت لك ورد انت حافظه في القرآن صلي بيه ثلاث صفحات خمس صفحات وبعد ما تخلص الورد بتاعك ده تروح قاري صورة الاخلاص مئة مرة مئة عشرين مرة مئة وخمسون مرة مئتين مرة على قد ما تقدر ما تقلش بس المهمة ما تقلش عن مئة مرة المهم ما تقلش عن مئة مرة عشان تحصل كل هذه المناقب العظيمة اللي احنا قلناها والصلاة دي مش هتتعدى يعني إلا لو انت بقى لك ورد من القرآن ممكن تبقى المدة نص ساعة وقتا لكن لو انت قررت قررت صوت الاخلاص بس قررت صور صغيرة مش هتتعدى ربع ساعة أو تلت ساعة لو انت لك ورد من قرآن انت حافظه هتراجعه او تقرأ صور صغيرة قبل بتقرأ صوت الاخلاص هتبقى الصلاة دي بيه كتير حوالي نص ساعة وكلما زاد السواب اللي يقدر يوقف ويصلي بقى اقل التقدير يبقى يبقى ايزا شوف بقى انت السواب السواب العظيم تكتب عند الله من القانتين يبقى تبليق قيام الليلة تجني على الاقل مائة قصر في الجنة يرفع لك في الجنة عشر درجات تكونك من خلق القرآن خطب القرآن تلاتة وتلاتين مرة محضرة للملائكة منفرة للشياطين تصعد ويكون لها دوية وتتوف حول العرش تذكر بك عند الرب العام سبحانه وتعالى في انظر الله سبحانه وتعالى اليك وتحرم على النار مراقب لا تحصل فأنا هكتب لكم حطولكم الحديث وحطولكم اللينك وحطولكم الأدلة دي الأدلة ان انا قلتها دي كلها التي تقوي هذا الحديث وان فعلا الواحد دي قدر يبني مائة قصر بإذن الله في قلم ربع ساعة وربما اكثر بكثير في السواب بهذه الصلاة يريد تنسخوا هذه الكلام وتنشوه ونصر هذا عمي في طالب عظيم العالم علما فإن الله أجرم وعمل بيام القيامة لانقذ لك مجرم شمتوش تفعيل الجرس واشتراك في القناة لصلاة لكم كل جديد وتساعدون عشر صنة ربيع كل قول هذا استخفر الله لي لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة